السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غدا 28 مايو السبت في التأساعة مساء بتوقيت الكهرة الليفر والريال في ملعب الدو فرانس بفرنسا تحت قيادة تحكمية للحكم كليمان تروبانو صاحب الأربعين عامل الفرنسي المعلق الرياضي حافظ دراجي نهاي الأبطال الليفر والريال في التأساعة مساء السبت أما مبدأ تحقيق العدالة العدالة ومبدأ تكافؤ الفرص غير موجود على الإطلاق بالكارات الصمرة فريق إنجليزي يلوكي آخر أسباني الملعب في فرنسا هذه هي قمة العدالة وتكافؤ الفرص فلنبدأ بالليفر تأسس 1892 وبالتحديد 15 مايو الملعب آنفلد المدير الفني يورغاني كلوب الليفر إنجازات عديدة فاز بالدور الإنجليزي 19 لقب 9 ألقاب بكأس الرابطة 7 ألقاب بكأس الاتحاد مرة واحدة كأس السوبر الإنجليزي 6 ألقاب دوري أبطال أوروبا 3 ألقاب كأس الاتحاد الأوروبي 3 ألقاب كأس السوبر الأوروبي مرة واحدة لكأس العالم الأنديع أما كبير القوم في أوروبا والعالم أجمع ريال مدريد تأسس 1902 وبالتحديد 6 مارس 1902 الملعب سنتياجو برنابيو المدير الفني كارلو أنشلوتي عندما تحس في إنجازات ريال مدريد وإلقابه تنسى كل عصراته وإخفاخاته على الإطلاق فاز بالدور الأسباني 35 لقبا 19 لقبا كأس ملكي أسبانيا 12 لقبا كأس السوبر الأسباني 13 لقبا دوري أبطال أوروبا 4 ألقاب السوبر الأوروبي 7 ألقاب كأس العالم للأندية وأخيرا أنا مؤمن بأن النصر الأعظم في الحياة هو الانتصار على الجزء الحزين في قلبك فقدت يا صلاح كأس أمم أفريكا وفقدت التآهل للمنديال فلا تفقد البقية ولتأتي بدور الأبطال فلا تفقد البقية فلا تفقد البقية